هرجع معاكم للتحرك السريع اللي قامت بيه محافظة الجيزة عشان الحفاظ على أرواح المواطنين بدأت محافظة الجيزة في إخلاق سبع بلوكات في منطقة أرض المطار في حي شمال الجيزة بعد مصادر قرار مركز بحوث الإسكان والبناء اللي أكد أنه فيه خطورة على حياة المقيمين فيها وعدم إمكانية الترميم يعني لأنه هذه المباني ما ينفعش حتى أنها تترمد فيه كمان قرار للجنة المنشآت إلى أيلة للسقوط بإزالة البلوكات لحد سطح الأرض الواء أحمد راشد محافظ الجيزة قال أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية للسكان اللي تم إخلاقهم وعددهم 232 أسرة في منطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر وهيستلموا عقود التمليك للمواطنين عشان يسكنوا فيها بدون أي مقابل في مراعاة طبعا للبعض الاجتماعي لسكان البلوكات وأنهما يتوفر لهم حياة وسكن لا يعني عشان كمان يضمن للمواطن عيشة كريمة وده في إطار توجهات الدولة ده غير كمان أنه المحافظ أكد أنه تم رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين في أكتوبر وفي تأكيد من كفاءة المرافق والتشتبات الداخلية اللي تمت بالكامل على نفقة المحافظة بالإضافة طبعا أنه في عربيات لنقل طبعا العفش والأساس والأجهزة الأمتاعة كل الحاجات اللي هي تخص المواطنين اللي بيتم نقلهم للسكن البديل عشان تكون الأمور ميسر عليهم مش بس كده تم كمان تكريف مدارية التربية والتعليم بتلبية كل طلبات المواطنين لنقل أبنائهم من مدارسهم لمدارس قريبة من السكن الجديد وكمان هيتم إتاحة منافذ إضافية لبيع السلع والمنتجات الغذائية والخضرات والفاكهة هتكون بأسعار مخفضة وده برضو في إطار الحمال الاجتماعية اللي بتوفرها المحافظة للمواطنين وأكد كمان محافظة جيزة على الدعم كل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عن طريق تنظيم أن يكون فيه قوافل طبية دورية وتحويل الحالات المرضية منهم للمستشفات عشان ياخدوا العلاج اللازم فيه كمان تكريف من جهاز رعاية وتشغيل الشباب والمنطقة الصناعية والاستثمارية إنه كمان الأسر اللي اتنقلت لعمارات عثمان في أكتوبر إنه يبقى فيه متوفر عدد من الوظائف في الشركات والمصانع الخاصة بيها عشان لو حد من المواطنين أو يعني الشباب في هذه الأسر عايز يشتغل في مكان قريب من استكن فطبقا ليه قرارات المحافظ إنه هيتم توفير مكان يقدر يشتغل فيه إحنا طبعا بالمناسبة هنقف عند الخبر ده وقرار المحافظة الجيزة وده موضوع على فكرة مهمة قوي إنه الرئيس دايما بيتكلم على إنه المواطن المصري يستحق حياة كريمة مش المفروض إنه هو يعيش في مكان خطر مش المفروض إنه إحنا لقدر الله ننتظر وقوع البلاء أو المصيبة وبعدها نقول نلحق القرار ده أهميته في إن أنا بستبق حدوث لقدر الله أي ضر لأي مواطن أنا هنا لما لقيت إن البلوكات دي فيها مشكلة أخدت الناس من البلوكات نقلتهم مش بس نقلتهم وسبتهم وخلاص لأ ده نقلتهم وجيت قلت اللي عايز ولادي وديهم مدارس يلا موجود اللي عايز فرصة عمل هيلائي اللي مش عارف ينقل عفش بيته إزاي هوفره ده وهقدر أساعده عشان كده بقول إقارات الاستباقية الهمة اللي هي بتخلينا بعد كده الحمد لله رب العالمين ما نشوفش أي مواطن لقدر الله بيكون في مكان آي للسقوط أو ما إلى ذلك خطوة مهمة جدا 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 جدا